فروا من نيران الحرب فلم تستقبلهم سوى هذه الصحراء القاحلة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت فهذه الخيام هي مسكنهم في ظل الأجواء الباردة حيث يشكو هؤلاء النازحون الذين قدموا من محافظات الجوف وصعدة وعمران بسبب المعارك الدائرة هناك من انقطاع مياه الشرب بعد إيقاف تزويدهم بالمياه من قبل منظمة اليونسيف الآن رجعنا للصعد الحجري الآن لا كتابة لا قرية لا في الأمة ولا لقمة سهلة فالحالة هنا هي كما تعلمون قصية وعصية كثيرا على العالم وعلى الناس النازحين خاصة من ظروف المواد القبائية ومن ظروف السكن الذي يسكنوا فيه من ظروف الماء من ظروف حالتهم يعني كل الحالة أكثر من ستة آلاف نازح لا يحصلون على الرعاية لا سيم المياه الصالحة للشرب بسبب بعد المخيمات عن مركز المدينة إذ لا سبيل لهم سوى جلب المياه من مركز المدينة وبأسعار باهضة الأمر الذي فاقم من معاناتهم في ظل تجاهل الحكومة وغياب دور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية نحن نازحين أصحاب القوف نرجو من المنظمة أن تساعدنا أن الأصحاب أولا عندهم لا بطنيات ولا خيام ولا حمامات ولا يعني ما عندهم ما يكسيهم يعني الجوع هذا فيهم جوع كل شيء والماء هذا ما بشي ما أزمه أزمه أوميه وكل شيء والمدرسة نرجو منكم من تساعدون في ملابس في تفاتر في علاقيات في أقلام في حياة في بريات ليس الحصول على المياه المشكلة الوحيدة التي تتهدد حياتهم فقط فاستقارهم لأبسط المقومات الحياة من مأوى ومواد غدائية وتعليم ورعاية صحية بالإضافة إلى استمرار العواصف الرملية التي تضرب المنطقة بين فترة أخرى كلها ظروف تزيد من قسوة المعاناة والعيش في هذه الصحراء كارثة عطش تحاصر أكثر من خمسة آلاف نازح ونازحة في هذه الصحراء في ظل غياب الحكومة ودور منظمات حقوق الإنسان تزداد معاناة المنازحين هنا جراء استمرار الحرب وتزايد نسبة النازحين في هذه الصحراء حدد مسعد قناة بلقيس من مخيم النازحين في صحراء العقل